وحشدوني نهاردة هنعمل بس بوسة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة كتير مننا بيقلق انه يعملها بتقول بيتقول وما بتزبطش معاكو مع انها اسهل حاجة في الحلويات حقيقي وكمان مش مكلفة خالص ما بتاخدش مقادير يعني كل المحتاجة يكون عندك السميد بس تختاري الدرجة اللي هي الفتحة النعمة بتاعت البس بوسة تروحي لو هجي بيها من السوبر ماركت وهي اللي هي السايبة دي تسألي اي واحدة لاني كتير من استخدمها في مقبوزات تانية اختاري اللون الفاتح انها عملنا مع بعض النهاردة بس بوسة بطريقة سهلة بسيطة جميلة اوي وسريعة عايز اقول لكم تعالوا سريع نخش نشوف الخطوات بتاعتنا كنت مبسوطة وانا بعملها ومش هتاخد منكم خمس دقاي اقل من خمس دقاي حقيقي تبارك الله نجوي وندخل على الوصفة بتاعتنا وكمان احب اقول لكم تتابعوني على قنواتي بنزل كل يوم وصفة جديدة وبقول اللي بتابعني على الفيسي تابعني على اليوتيوب بحبكم استخدمت هنا انا هعمل اتنين باوند من الهوى السميد بتاع البسبوسة بس هسيب لكم اقدير باوند بوحد الهوى النص كيلو يعني دفت السميد الفاتح النعم الهوى بتاع البسبوسة عطيت عليه معلقتين من جوز الهند معلقتين من السكر العادي عطيت عليه البيكنج بودر اتستبدليه بالبيكنج سودة وزرة بسيطة خالص مورد توتش الملح وقلبت الخمات مع بعض طبعا كان فيه تكتلات في السكر وانا بحطه في حبيتي افوكعها استخدمت المرة دي الحشوى المكسرات بتاعتنا استخدمت الهوى العين الجمل ماشي معلقتين جوز هند صغيرين حاسب لكم مقادير الهوى نص كيلو بس روبا مية وخمسين جرام باون عندنا جوا صندوق الوصف بس انا عملت صانية كبيرة عشان تبقى ينف ان انا قدر ان انا اخد وكمان قدر قدي منها لحد بحبه تمام هنا قصرت المكسرات في السبت فيها جوز الناعم وفي سبت فيها جوز الخشن بحيس ان الجوز الناعم يدخل جوا السميد كما لو انه سميد زيه هنا هستخدم الزبادي ده او اليوجرت اللي كان متواجد عندي اي نوع زبادي في الغالب انا بحبه كامل الدسم بس المرة دي عدوها ده اللي كان موجود عندي هستخدم هنا الزبادي وبعدين هنزل عليه بالزبدة السيحة حلوة بقى واروح مقلبه يا عمي شفتو مش بقولوكم مفيش سميد زبادي جوز الهند السكر بيكنج سودة او البديل بتاعها بيكنج بودر زرة من الملح وهقلبهم كده بايدايا بالاي حاجة المهم ان انا اتأكد انه كله يعني شرب من بعضه والسيميد داب وانا بقلبه مع الزبدة والزبادي تمام وهنزل برشة بسيطة في الصينية جاستين كيس وهفردها بالشكل ده في الوقت ده انا بسخن الفرن يعني انا دخلتها والفرن سخن بتدخلها الفرن على درجة حرارة 190 بتوت حوالي 35 دقيقة بكرر تاني انا عملت almost كيلو جرام تسعمائة وخمسين او تسعمائة جرام اللي هو ال 2 باونز ماشي وهوزها في الصينية اتأكد ان كلها تبقى توزيع واحد عشان مبقاش فيها حتة طلع وحتة نزلة الصينية دي اشتريناها مباد هي بتاعت بيتس بس انا باستغل لها مش مقولها سبك كده شغلة موجودة عندي ركنها مالهاش اي لازمة اللي عشان اعمل لها بيتس بس طلع لها فاي عاجة يعني هنا عشان السكر حطناها وحطناها والزبادي والزبدة فلقيتها بتلزق في ايدي وانا يعني خلاص انا عايز اخلص فقلت استخدم الزبدة من فوق كده حط عليها وتبقى زيادة في النكهة وانزلت بالعين الجمل او اي نوع مكسرت انتي بتحبيه وهوزها منع الوش بالشكل ده اختياري التزيين اي حاجة الكمية اختياري التزيين اختياري ممكن تحطي سوداني اي حاجة بتحبيه انا ما قدرش اقولك المتواجد عندك اشتغلي عليه وهتغط ضغطة بسيطة بحيث انا عايزة من فوق مش عايزة اغرزه تحت ماشي عشان السميدي استوي وكان عندي بقى اللي هو حطيت كام واحدة لو زي من فوق التزيين مش اكتر يا جامعة بس للتزيين انا دايما بحب اعملها بالبندوق المرة دي حبيت اغير الشكل واعملها بعين الجمل بوسوا شكلها حتة واحدة اقولولي الصينية دي تكلف كام برا لو هجبوها جازة هنا السكر بقى او الشربات لنص كيلو بس هستخدم كبايتين سكر كبار وكباية ونص من الميا ومعلاقة كبيرة عصير لمون تمام والمياة تكون سخنة انا عامل بعمل كمية كبيرة وفضل مسجل لتصوير الفيديو بتاعها وعملت تصوير لها كامل سوف اعطي لكم اللينك بتاع السيرب جوة صندوق الوصف لكل الحلويات حتى حلوة البند هسيب لكم اللينك عشان اللي عايز يرجع لها هنا ادفت بك من عفوان الفانيليا استخدمتها بحب ناكة الفانيليا في البزبوسة في كنافة في الجلاش او الباقلاوة بوصوا بعد ما خرجت من الفرن بوصوا اريحة يا الله حكاية 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 شكاً عايزة اللون ده تقدار يتخرجيها اللون افتح تقدار يتغميها بس اللون ده بنسبالي كان حلو قوي احسن اكون سبتها اكتر من كده كنت حرقت النتس من فوق وهنزل عليها بسيرب بتاعها داير ميدور وتأكد ان كله خد الشربات بتاعها كله شرب كله شرب داير ميدور في خطوة حلوة قوي او مهمة جدا لازم بعد ما تسقيها شربات تعملي كاور عليها تغطيها بفويل تغطيها بالبلاستيك ريب بحيث عفوا ان هي تفضل وهي سخنة تشرب السيرب بتاعها وتفضل ترية عشان تبقي عايزة ترية لاني شفت ناس بيعملوها بتبقي نشفة زي الحديد الله محفظنا مش عارفة بيعملوك فيها ايه حقيق بصوا ايهو يعني مفيش فيها شغل نهائي خالص اختاري السيميت بس انتهات السيميت بتاع البازبوسة صحي تأكدي ان هو بتاع البازبوسة عشان دا اهم حاجة بعد كده كل الخطوات التانية اختياري وده شكلها بقى في الشمس بقى حبها قوي قوي لانها جميلة وكمان الكمية عجبتني ووزهت معي كتير اهم مرملة اللي ارتفاع بتاعها مش عالي اوي كده تحس كأنك بتاكل كيك بازبوسة بازبوسة يعني وطبعا عشتي بقى معها فدلت محطتها ومغطيها في اليوم دا انا الحقيق كنت مشغولة وكنت عملت اكتر من حاجة فانا اغطعتها لكم تاني يوم مش في نفس اليوم يعني بعد ما عملتها غطيت عليها وبعدين اكملت تاني يوم التصوير بتاعها لان كان عندي حاجات تانية طبعا هنا ممكن تعملي شاي تعملي قهوة اي مشروبات بقى سخنة معها وتقدميها وتعيش مع نفسك انت واللي موجودين عايز اقول سريعة وبسيطة انجويا جماع ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة حطوا لايك وما تنسوش كمان تتابعوني على صفحيتي على الفيس وبقول لله على الفيس يتابعني على اليوتيوب وبردو بأكد اني بنزل فيديوهات يوميا على قنواتي اذا كانت القناة دي او القناة التانية انجويا كان معاكم ام علي او حبيبة دي كانت طريقتنا في البسبوسة الازل حلويات الشرقية بتاعتنا اللي بنعملها بكل سهولة بدون اي مجهود وفي اقل من خمس دقيق بمجرد انك تضيفي كل المكونات على بعض بتلاقيها جهازت ودي اسهل حاجة في الحلويات اهملوها سهلة هتزبط معكم هسيب لكم مقادير نوسي كيلو غوة سندو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة